تمام وصلكم ميسج يا شباب نعم وصل وصل نكمل مشوارنا مع بعض بخصوص الله مصر على سيدنا محمد يظل علينا إشي بسيط بس خلينا الله مصر على سيدنا محمد نرجع لآخر إشي أخذناك كان هذا المثال وبشكل عام الآن بيقو حيث سي كونستانت مثال على البيقوف أنت مثال أن تربيع عن قوة ثلاثة عن قوة أربعة على سبيل المثال حاصل ضرب مصفوفات أو مصفوفتين مع بعض بأخذ ثلاث دورانات يعني إحنا لو لو الوقت بسمح كان شرحت الكياب التفصيل ولكن خذوا على سبيل المثال 4X الرينج وفان برينت X 4Y لبرينت هايتاب على مين هايتاب على مين لأي لوب اللوب الأول اللوب الأول اللوب الأول اللوب الأول وX قديش بلوف قديش بروح بروح صح معناته هايت بتتنفذ قديش أن طيب 4Y الرينج وفان برينت X Y برينت هايتاب على مين للدوران الداخل صح ولا لا معاي يعني تاب على واي واي بلوف أن تمام ولكن واي بتكرر بتكرر قديش بتكرر بتكرر جوه مين جوه دوران مين جوه دوران X صح ولا لا هو بلوف أن وبتكرر أن من المرات معناته قديش المقدار الدوران تاعه أن تربيع مصبوط ولا لا ومعناته الجملة هاي قديش بدها تتكرر أن تربيع برض مصبوط ولا لا شباب اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم لأنه لوح ما فيش عندي اللي يعني أقعد أشرح وقاعد أنا بحاول قدر الإنكان أوصل لك المعلومة لأن الدوران هذا الواي بتكرر جوه دوران X Y بلوف أن وX بتلف أن معناته لو الواي دوران Y قديش بلف إن توتلي إن توتلي تول بي إكسيكيوتيد أن تربيع اللي هي أن في أن والجملة اللي جواته كمان أن في أن أن تربيع لأن K جو ومين دوران K جو ومين جو أي دوران واي دوران Y ودوران Y بلوف أن تربيع صح يعني بتنفذ أن تربيع ودوران K بتنفذ قديش أن معناه أنه أن تربيع في أن قديش النتيجة النهائية أن تكعيب مصبوط والجملة اللي جواته كمان أن تكعيب اجمعهم عبعض أن وأن 2 أن زاد 2 أن تربيع زاد 2 أن تكعيب اللي هو الفنكشن تاحة الكونستنت بروح بيظل عندي أكبر قوة وين أكبر قوة؟ اللي هي أن تكعيب إذن هذا بالنهاية شو رح يكون؟ بيقو أوف أن تكعيب شو يعني بيقو أوف أن تكعيب؟ معناه بالحال السيئة رح يستهلك بيقو أوف أن تذي باور ثري إذا كان المدخلات هي أن وهي أن تعتبر إحنا مش عارفين قديش بس منفرضها دائما وأبدا هي شيء كبير جدا شيء كبير جدا وبالتالي الآن تكعيب هذه تعتبر يعني بالنسبة أنها تعتبر مش كويسة يعني إحنا عادة من نسعة إلى ألغوريثم تكون أقل من أن طبعا يعني لو في مجال كان فصلت أكثر إنه مثلا حاطل ضرب مصفوفتين كان بأخذ بيقو وف أنت تكعيب كومبليكسيتي لكن باستخدام البرل بروسسينج مثلا أو المعالج المتوازي تخف تم تخفيض هاي الكومبليكسيتي لبيقو وف أنت تذي باور 2.2 أو 2.1 واحد ممكن يسأل طب كيف حسبناها 2.1 أو 2.2 حسابات أخرى ماشي لأنه أصلا هو موضوعنا الداة استركتر مش موضوعنا الكمبليكسيتي لكن الكمبليكسيتي أو استخدام الداة استركتر معين إلو أثر على الكمبليكسيتي تمام لوق الآن كيف ممكن تيجي لوق الآن لاحظوا هذا المثال مكرر ولكن بدنا نعيد كمان شرحه مرة ثانية X بتساوي N طالما إنه X أكبر من صفر أطبع X X بتساوي X على 2 معناته كأن قسمت N على 2 مزبوط أو لا أفرض إنه N كانت 16 على سبيل المثال N على 8 شو رح تصير للمرة الثانية يلا N 16 على 2 قديش رح تصير 8 8 على 2 شو رح تصير 4 4 على 8 بـ 8 1 على 2 فيها بواحد تمام يعني هذا اللوب أصلا يعني أقصى حد ممكن أنا أقسم أصل للواحد لعند حالة الواحد لأنه طالما إنه X أكبر من صفر لو جيت قسمت الواحد على 2 بتطلع نص نص على 2 بتطلع ربع الربع على 2 وهكذا بظل أقسم بمشي مسافة طويلة مش رح أصل إلا لما تكون X أقل أو تساوي صفر أقل أو تساوي صفر وهو حالة الصفر مش رح أوصل لها ولكن كcomplexity خلينا نقول لو نصل عند الواحد لما نصل عند الواحد خلينا أعمل أنوتيت على أساس وضح الكويهة أكثر يعني أنا وضحتها بس بدي عيد توضيحها مرة ثانية يعني أنا بلشت بN مظبوط ولا لا المرة اللي بعديها شو صارت N على 8 مظبوط اللي بعديها N على 8 على 2 شو صارت N يلا قولوا معي N على 4 N على 4 اللي بعديها N على 4 على 8 شو بتصير N على 8 اللي بعديها وهكذا حتى أصل بدي أصل لحالة الواحد مظبوط ولا لا بدي أصل أنا لعند حالة الواحد عشان أحسب الكمبليكسيتي مظبوط ولا لا هاي لعند حالة الواحد خلينا عند حالة يعني ال N هاي بستطيع أنا أكتب ال N بستطيع أكتب ال N N على 2 قوة 0 مظبوط صحيح ولا ماش صحيح وهاي شو بتصير N على 2 قوة يش قوة 1 مظبوط وهاي عبارة عن ايش هاي عبارة عن N على 2 قوة 2 مظبوط إلا هي أربعة وهاي وهكذا أفهم الآن الآن بالشكل عام هاي N على 2 قوة قوة 3 مظبوط ولا لا الآن آخر إشي أنا بدي أصل ل N على 2 قوة P مظبوط بس أنا K الحد هذا آخر حد اللي هو N على 2 قوة K شو لازم يساوي لازم يساوي واحد مظبوط لأن أنا عشان أحسب K بدي أحسب K اللي هي بتعني الدبث الدبث أو عمق البيانات اللي أنا مشيت فيها واضح يا شباب واضح بتعني عمق البيانات اللي أنا مشيت فيها الآن خليني أرسم معلش بدي أرسم الآن بدي أقول N عشان يعني أرد مرة أخرى 2 قوة K بتساوي إيش واحد شو قلنا بنساوي نضرب ضرب تبادلي شو بصير عندي بصير عندي N بتساوي 2 قوة K مظبوط شو باجي بأخذ الآن اللق للطرفين شو بصير عندي لق N شو بتساوي K لق 2 صاح ولا لا صاح قلولي إذا مخطي الآن K قديش بتساوي عمق البيانات اللي أنا مشيت فيها إذن K شو بتساوي لق الآن على لق الآن على لق الثنين تمام لق الثنين ما له كونستنط صح يعني واحد على لق الثنين كونستنط مظبوط زي نص زي ربع مظبوط شو هذا بصير فيه بطير شو صفة K لق الآن إذن الدبث اللي مشيت فيه أنا الدبث أو العنق اللي مشيت فيه في البيانات لق الآن وكل ماله بنخفض أيضا لكن ماكسيمم هاي بي غ أوف لق الآن بي غ أوف لق الآن طبعا هذا الحكي كلياته لمن لهاي أوكي لهاي وضحت الصورة منين إجت لق الآن وضحت يا شباب تمام خلينا نرجع هاي كلير نرجع للمثال اللي بجنبه وشو بيفرق عنه هون السؤال شو بيفرق عنه السؤال المثال اللي بجنبه بقولك إكس بتساوي واحد واي الإكس أقل وتساوي أن هون بلش بأن وبلش يكسم فيها هون بلش بواحد وبلش يضعفه يضربه بثنين يعني العملية شو عفوا العملية هون بلش بواحد صح واحد في واحد شو صارت واحد واحد في ثنين بثنين ثلين في ثنين أربعة أربعة بثنين بثماني ثماني بثنين بستعاش 16 بثنين 32 ما ثبط ولا لا يعني بدل ما يبلش بأن وبلش يضرب فيها شو اللي صار عندي هون شو اللي صار عندي صار عندي الكمplicity صارت لاحظوا واحد زائد خليني أكتبها أحسن أعمل النوتيت عشان تفهموها أكثر الكمبلكسيتي هون يعني خليني أحط خط على أساس ما تخربطوش انسي هاي خلص هاي خلص انسيها الآن هاي شو بتفرق عن هاي لاحظ شو الفرق الفرق إنه بلشت أنا بواحد صح بلشت أنا بواحد والواحد هو عبارة عن اثنين قوة يش قوة صفر صح زائد ثمين قوة بعدين ثمين قوة واحد اللي هي ثمين مظبوط زائد ثمين قوة ثلاث اللي هي ثماني ثمين قوة ثمين اللي هي أربعة زائد ثمين قوة ثلاث اللي هي ثماني زائد ثمين قوة أربعة هاي اللي هي قديش يلا قولوا معي ستعاش زائد لوين رح أوصل أنا لوين بدي أوصل طلوا على الدوران لأن بدي أوصل أنا بلشت واحد بدي أوصل لأن مزبوط ولا لا إذن هاي المعادلة شو رح تصير رح تصير إلى زائد اثنين قوة كي من قوة كي صح بس بدنا ننتبه إنه آخر حد اللي هو اثنين قوة كي شو بيساوي بازم يساوي خذوا اللق للطرفين شو بتصير؟ تصير كي لق اثنين بتساوي لق الان مزبوط معناته كي شو بتساوي لق ان على لق اثنين وبالتالي شو بتطلع عندي بالنهاية شير اللق اثنين لأنه constant بيقوف لق الان وصلت الفكرة وصلت يا شباب هاي وهاي نفس الإشي طلع الكمبلكسيتي بس هاي الآن أصبح التصاعدية الآن هون أصبح قاعد أنت بتقسم وصلت يا شباب وصلت يا شباب كيف منين جبنا لق الان؟ الكل فاهم؟ وصلت دكتور تمام لأنه بسلايدات مش مشروحة أوكي وإحنا فاهم انه لق الان بس كيف منين جبت لق الان؟ اللي جبت لق الان لأنه آخر حد أنا بدي أوصل له هو عمق البيانات أو الدبث اللي أنا مشيت فيه آخر إشي هذا الدوران آخر دوران آخر دوران بدي أوصل لعند الان لذلك الدبث بيعبر عنه كي طب كي قديش قيمتها؟ كي هي الدبث والله هي الكمبليكسيتي نفسها اللي هي لق الان ولق الان أقل من ال ولا أكبر من ال أقل من ال واضح؟ الله يعطيك والعارفين خلينا ننتقل للي بعديه ونشوف المثال التالي تمام هون بقول لك logarithmic big of log الان سواء كان عندك لاحظوا هون لما أخذنا إحنا آآ log آآ للطرفين أخذنا log للبيس مين؟ أحكو معي log للبيس 2 صح؟ ليش؟ لأنه كل المعاملات in power of 2 مزبوط ولا لا؟ مرة ثانية بعيد لما أخذنا لما قلنا بالشكل هذا خلينا أعمل النوتيت عشان أرد وضحكي إياها مرة ثانية لما قلنا بالشكل هذا قلنا آآ 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 على 2 to the power k بتساوي واحد هاي شو طلعت لنا هاي شو طلعت لنا 2 to the power k بتساوي n أخذنا اللوق للطرفين صح؟ أي لوق أخذناه؟ للبيس للبيس 2 عشان أخلص من الثنين صح؟ أولا لا أخذ للغاريتم للاثنين للبيس 2 للغاريتم لكن لكن لو كانت n على 3 to the power k بتساوي واحد أو بلاش لو قلنا 3 to the power k بتساوي n شو بأخذ؟ للبيس 3 للبيس 3 لو كانت أربعة بأخذنا البيس 4 لو كانت خمسة بأخذنا البيس 5 مزبوط ولا لا هذا بيعتمد على تصرف الألغاريتم معاي؟ وصلت الفكرة شو اللي بدأ قوله؟ لذلك بشكل عام بشكل عام إذا كان عندك لغاريتم للبيس 2 لغاريتم للبيس 2 أو للبيس 3 أو للبيس 10 قد ما يكون كل ياته برجع شو؟ لغ الان على سبيل المثال نفس المثال السابق بس بدل ما قسمنا على 2 شو قسمنا هون؟ على 3 وهون بدل ما ضربنا بـ 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 ضربنا بقديش؟ بـ بخمسة فهون رح يطلع عندك اللغاريتم لأي بيس للبيس خمسة وهون اللغاريتم لأي بيس للبيس 3 كل ياته بتعتبروا إيش؟ لغ الان ما بهمنا البيس ما بهمنا البيس منقول لغ الان؟ خلص لغ الان أقل من ان بشكل عام بغض النظر لأي بيس واضح الفكرة؟ في حدا مش فاهم؟ شباب في حدا مش فاهم اللي حكيته؟ لاحظوا المثال السابق قسمنا على 2 ضربنا بـ 2 ولما خدنا اللغاريتم للطرفين للبيس 2 طيب لو قسمنا على 3 معناته اللغاريتم اللي بأخذه لأي بيس لأنه in power of 3 وهون in multiplication of 5 وبالتالي أنا بدي أخذ اللغاريتم للبيس 5 سواء أخذت لأي بيس بغض النظر شو البيس كلياته منقول عن البيهيفيور للالغاريتم إنها بتأخذ بي go of log الان بغض النظر شو البيس تاع الالغاريتم لكن ممكن واحد يجي يحط يقول log لثري للان عادي صح ما في أي مشكلة ولكن ولكن إحنا للتسهيل ما بهمنا لأنه إحنا ما بنحسو برياضيات المسألة كلياتها approximation تقريب أو بسموها worst case estimation حسابات الحال السيئة وبالتالي أنا بأخذ log الان بغض النظر عن البيس تاع log الان واضح يا شباب طيب أنا أعطيتكم هذا الحكي في برنامج على إذا بتذكروا على المرة الماضية وقلت لكم إذا كانت اللوبس مستقلات إذا كانت اللوبس مستقلات فالcomplexity هي حاصل جمع اللوب الأول زائد اللوب الثاني أما إذا كانت غير مستقلات متداخلات فيحاصل ضربهم مظبوط ولا لا فهذا عندك اللوب الأول قديش اللوب الأول قديش بيمشي X range of M اعتبر أنه M بتساوي N هذا بيجو of M صح ولا لا 4X range من صفر لأن وكل مرة بزيد الثنين زي كأني قسمت عدد المشاهدات على الثنين لأنه خطت زوجي مظبوط فهذا بيجو of N على الثنين يعني نص N أوكي معناته N وزائد نص N يعني N بالنهاية مظبوط إذن هذا كلياته شو بطلع عندي بيجو of N ليش لأنه بيجو of M زائد بيجو وفي نص الان هاي نص الان واخذناها قبل هالمرة وشرحنا ليش نص الان لأنه أنا بأخذ من زيل لأنه كل مرة مقدار زيادة قديش ثمين فثمين أربعة ستة ثمانية عشرة إذن كأني أنا قسمت عدد المشاهدات على ثمين أخذته على ثمين انتجر ها زوجي بزيادة واحد ناقص واحد مش مشكلة لكن وتقريبا أخذت نص في المشاهدات تمام فهون الكمبليكسيتي مش أن نص بس قلنا احنا النص ما له بهمنا ما بهمنا الورست كيس بقول بيجو وهاي الأولى رايح الام إذن بيجو يعني بيجو زايد وبالتالي اعتبر إنه ام هي ان اعتبرها ان بصير بيجو زايد يعني اثنين اثنين بتروح بتصفي عندك بيجو واضح يا شباب إذن هاي بيجو زايد لأنه النص راح وبالتالي إذا كانت ام بتساوي يعني ام هي رقم كبير جدا زي زي ا اذن هاي بتصفي بيجو واثن واثنين بتروح إذن بتصفي بيجو اوفن إلا هو طلع معنا هون واضح يا شباب أنا حكيت قبل هالمرة بس على العموم إحنا منذكر إذن منكون أنهينا الشابتر الأول في حدا عنده أي سؤال أوضح له إياه شباب الوفود بعدها يعني بتأتي لغاية اللحظة هاي أنا مش عارف يعني ليش التأخير الآن في ناس متأخرين عشرة وربع ساعة وليش التأخير يعني يفترض أنك يعني تكون جالس في البيت وما علي غير بس تخش هم حاضرتك يعني طيب مش مشكلة على العموم يعني إحنا بدنا نحاول قدر الإمكان ننحق المحاضرة من بدايتها لأنه بعض الأفكار بتجوز تغيب عنك أنا على كل حال نزلتك المحاضرات ما في شيء مشكلة يعني المحاضرات السابقة كل يات الآن موجودة عندكم والمحاضرة ها إن شاء الله رح نزلها في ملاحظة بالنسبة للتوتوريال اللي أعطيتك إياه الكل سامعني الكل سامعني وصوتي واصله آآ آآ تمام أنا رح أفتح التوتوريال من جديد يعني اللي سلم آآ أشكره آآ يعني أنا ما كتبتش علامات ما حطيتش علامات بس آآ أعطاني إنديكيتر عن الناس اللي حاب تشتغل وحاب تتعلم آآ الآن رح أفتح آآ التوتوريال مرة ثانية بنفس موعد المحاضرة يوم السبت على أساس تحلوا كل الأشياء اللي أنا حطيتها مرة أخرى واضح يا شباب طبعا اللي حل وسلم ما فيش مشكلة حياء الله اللي بحب بحب يعيد يقلب يحلوا يشطب يحط حل جديد ما عنديش هاي مشكلة فأنا رفتح أفتح السيشن مرة ثانية على أساس الناس اللي ما حلوش يحلوا والمرة هاي أنا ممكن أحط علامات واضح لأنه سابتر وبتحل التوتوريال اللي أنا أعطيتك إياه وأموره بسيطة جدا جدا يعني ضمن هالمستوى اللي إحنا أخذنا واضح يا شباب واضح طيب مين عنده أي سؤال أنا بحب شغلة مهمة جدا لا تتردد تسأل أي سؤال أنت بنتيش فاهمه لدكتور تفافي نعم دكتور خلينا أنه نقدم مكتوب مثلا على ورق لأنه الوقت اللي ليرنج بطفي تكتب الحل من أول الجديد بس 10 دقايق معك أنا سلمت كله كاين مشطوب بس سلمت الحل دقيقة أنا أعطيت مش 10 دقايق أنا أعطيت وقت محر ليرنج نفسه 10 دقايق وبعمر start لحاله بكل فاتح بروح كل الحل اللي حليته طيب معناته شو بسوي أعطيح لكم مجال تعملوا upload لفايل أوكي بصير هيك تكتبوا مثلا على word file تعملوا upload لفايل أو pdf بصير خالص وهو كذلك خالص أنا أعدل على التوتوريال اللي تقدروا تكتبوا على word file وترفعوه بس within the time of the lecture within the time of the lecture أوكي ده يعني خلال وقت المحاضرة اللي معني يوم السبت ما بديش تأجلوا وترفعو يعني لا في وقت المحاضرة نفسها بإمكانك تحلم معك ساعة وترفعو تخش على هذا وترفعو بأي وقت بالدكية خلال وقت المحاضرة أوكي طيب الآن خلصنا من التوتوريال رح أعدل الوضع زي ما بتقو بس الآن بدي وهذا غريب طبعا أنه يعمل refresh learning يفترض أنه يعطيك مجال تحل أول بأول لأنه هذا كوز أنا عامل يعني غريبة يعني نفرض أنه كوز عادي ليش refresh يعني طيب على العموم مش إشكالية الآن خلينا بالمهم مين عنده أي سؤال حول الشابتر مين عنده أي سؤال حول الشابتر أنا يا دكتور دكتور سؤال صغير بس اتفضل دكتور هسا لما القاعدة تلق الآن قسمناها لهم صحيح مرة ثانية هسا الآن لما كنا نقسم فوق طلعنا قاعدة نعم هسا بدل ما نقسم على اثنين أو أي عدد قسمناها على اي على exponential قسمتها على اي ليش بدك تقسمها على اي يعني مثلا خليني اشوف مثلا سؤالك اذا انا فهمته هاي انه تهيت اذا فهمته فانتي بتقول انه بلشتبان صح بعدين ان على اي ايوه بعدين ان على ايش على اي تربيع ايوه اي تربيع اه بعدين ان على اي قوة ثلاثة ايوه طيب وين رح تصل هذا السؤال اللي بدي اسألك اياه بالنهاية وراح توصل للواحد ولا لوين ما بدي اسألك للواحد صح ما هو ما هو بدنا نعرف يعني اذا بدي اخذ اي هي عبارة عن العدد النيبيري اللي هي 2.7 صح صح فهون بانه على واحد معناته على اي قوة صفر صح صح هون على اي قوة واحد صح صح ما انت قاعد معناته بالنهاية بدك تصل ان على اي تذي باور ك صح وهاي لنفرض انها بتتساوي واحد لنفرض انها بتتساوي واحد معناته بده ضرب ضرب تبادلي صح ولا لا معناته هذا بتضمن انه انه الان بتساوي اي اي قوة قوة ك عفوا اي قوة ك تمام تمام معناته بدي اخذ بدي اخذ اللغاريتم للطرفين بس اي لغاريتم لغاريتم للبيز اي واللغاريتم للبيز اي شو هو اللن اللغاريتم الطبيعي صح لن ان بتساوي ك لن لن ايش لن اي معاين انت هذا بتضمن انه الان لن ال اي قديش لن ال اي للبس اي واحد واحد احسنت وبتساوي ك مضروبة في واحد معناته ك شو صفت يعني شو صفت الالغاريتم بيقو اوف لن لن مش لق لن لن لغاريتم طبيعي صار لغاريتم طبيعي بدك تقول لغ الان واعتبرها لغ الان صحيح بس احنا لانه بغض النظر عن البيز قلنا كل يات وبدنا نعتبره لغ الان وهذا بقدر اقول بيقو اوف لغ الان عادي لا بس اللغ هنا الاساس تاعه ايه وبالتالي احنا بنرمز له عادة بالرياضيات او بالهض لن لن لغاريتم الطبيعي الناتشورال لغاريتم اوكي وصلت الفكرة مين السائل مين اللي السائل يا شباب مين اللي سائل الشاب اللي الشاب اللي سائل واضح لك واضح واضح خلص في حدا عنده اي سؤال اخر طيب الله يعطيك العافية خلينا نبدأ الان في شابتر جديد والشابتر الجديد رح يكون عن اول data structure اول data structure والله array based sequence او المصفوفة ما هي المصفوفة طبعا المصفوفات المصفوفات يا شباب هي عبارة عن تركيب بياني تركيب بياني وهي storage وهي storage عبارة عن مخزن انا بدي احط في data طبعا في python احنا كنا نستخدم list كنا نستخدم tuple اذا بتذكروا مظبوط فالlist الbehavior تاحها تقريبا زي الbehavior تاح ال array او المصفوفة لما بقول array معناته في عندي انا مواقع ال 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 بشكل عام ممكن تكون عبارة عن مجموعة من المواقع ال ال اللي جاي ورا بعضها البعض الان مفهوم ال array احنا رياضيا خلينا بس اعطيكو لمحة بسيطة لما بقول المصفوفات اخذتوا linear algebra ولا ما اخذتوا لا 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 ما خلينا طيب مش مشكلة الفيكتورز حدا عنده فكرة عن الفيكتورز او المتجهات المتجهات يعني ممكن يكون عندي ها هذا عمود ونقسم الى مواقع هذا موقع ثاني الثالث الرابع الخامس هذا رقم صفر هذا رقم واحد هذا رقم اثنين هذا رقم ثلاثة هذا رقمه اربعة هذا العمود اسمه ايه الان هذا منسميه الاندكس او المؤشر تمام حتى ارجع لاي عنصر هذا العنصر اللي هون العنصر اللي جوه هون هذا منقله ايه اوف زيرو حتى ارجع له اوف زيرو ممكن يكون محطوط في رقم مثل مثلا ممكن يكون بحتوي على ناقص اثنين على سبيل المثال تمام مثلا هون عشرة جوات بس هذا الموقع المحتوى هذا حتى احصل له كيف يسوي بحط اسم الاري او الفكتور وبرجع لايش للاندكس الاندكس قديش الاندكس واحد واضح يا شباب وهكذا بالنسبة لبقية العناصر هذا عبارة عن كولوم عمود وممكن انظر للاري بطريقة اخرى ممكن انظر لها كفكتور او متجه على اساس هيش بدل ما هي عمود صف واضح يا شباب نظرت لها على اساس صف او عمود ممكن اسميها ايه او بي زي ما بدك وهذا شو رقمه صفر واحد اثنين ثلاث الى اخره واضح يا شباب ونفس الاشي حتى ارجع لأي عنصر بحتاج اني اذكر اسم الاري مع الاندكس الاندكس اللي هو بتحرك ضمن مجموعة العناصر تمام هذا كل ياته هذا كل ياته شو منسميه منسميه ون خلينا احط تكست معلش شو منسميه ون دايميشنل اري شو يعني ون دايميشنل اري مين بقول لي بعد واحد دكتور مصفوفة ذات بعد واحد مصفوفة ذات بعد واحد اما صف او عمود اما صف واما عمود اذا المصفوفة الها اسم الها اندكس كيف نرجع لعناصر الاندكس عناصر كل عنصر في المصفوفة اه كل عنصر في المصفوفة اه هو اسم المصفوفة متبوع في الاندكس تمام طيب انا يعني في حياتنا العملية مش دائما بتواجد عندي فقط الوان دايميشنل اري انا ممكن يتواجد عندي تو دايميشنل اري مصفوفات ذات بعدين على سبيل المثال خليني اعطيكو هاي اللي موجودي امامكم وبجوز كل ياتكم اه يعني بتلعبوا بعض الاحيان بعض الشغلات زي هيك تمام هاي ممكن يكون هنا اثنين ممكن يكون هنا ثلاثة اربعة هنا ناقص عشرة مثلا خمسة صفر اثنين واحد واحد هذا شو رقمه صفر وهذا شو رقمه واحد وهذا رقمه اثنين اكم من عمود عندي في المصفوفة هاي ثلاثة عملي ثلاثة عملي هذا الصف رقم صفر وهذا الصف رقم واحد وهذا الصف رقم اثنين اكم من صف معناته هاي المصفوفة من الرتبة ثلاثة في ثلاثة ثلاثة في ثلاثة أفرض أنه هاي المصوفة كان اسمها B B الآن لما بدي أرجع للعنصر هذا مثلا شو بقوله بقوله B Of شو رقم الصف تاحا 0 ورقم العمود 2 B02 يعني رياضيا لما تيجي على كتاب الجيب راب أقول لك كيك 0 2 B02 واضح طبعا هنا معلش فلطحناه هو إذن نفس الإشي هذا شو منسميه هذا column index column index وهذا عبارة عن row index مؤشر العمدة ومؤشر مين ومؤشر الصفوف مؤشر العمدة ومؤشر الصفوف رياضيا كثير من الكتب بتلاقي كاتب لك B بهذا الشكل بتساوي وحاط لك بهذا الشكل حاط لك إياها بهذا الشكل 2 3 مزبوط 4 حاط لك ناقص 10 تمام 5 0 0 1 1 1 ومسكر لك الأقواس بالشكل هذا بالرياضيات هاي المصفوف شو منسميها شو منسميها square matrix 2 dimensional matrix مصفوفة ذات بعدين مصفوفة ذات بعدين ليش ذات بعدين لأنه بدك صفوف إلها صفوف وإلها أعمل هون vector ها one dimensional ري أو مسميها vector أو متجه تمام يا إما عمود يا إما الصففة بتنظر لها هون لا في صفوف وفي أعمل تمام طيب سؤال إلكو هل ممكن يتواجد عندي more than two dimensional matrix مصفوفة ومتعددة الأبعاد هنا كيف خليني أرسم البوكس ها وبعدين بد أرسم بوكس من هون بعدين بدي أرسم بوكس من هون اعتبروا كل بوكس من هاي البوكس اعتبروا مصفوفة ذات بعدين معناته إحنا منتحرك في بعد هذا البعد صح ومنتحرك بالمصوفة row and column هذولا إلهن علاقة بعض نعم إلهن علاقة بعض كيف اللي علاقة بعض أنت بتتحرك في كل واحد قاعد بتتحرك شو بتتحرك row column صح row column بس 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 هاي المصوفة رح يكون رقمها صفر هاي شو رح يكون رقمها واحد هاي شو رح يكون رقمها اثنين وهون مقسمة إلى rows و columns إذن الاندكس أكمن عنصر صار مكون هاي المصوفة أفرض إنه اسمها كلها اسمها c اسمها c فلو بترجع لأي عنصر أو بترجع للعنصر الأول شو رح يكون العنصر الأول c of zero آه مين بقول لي zero zero صح الاندكس صار مكون من ايش من page هاي بسموها page هاي الصفحة الواحدة شو صار اسمها page وبعد الpage بتأخذ الro ولكلوم معناته أنت وصلت للpage رقم صفر ها هاي الpage رقم صفر وبدك تحصل على أول عنصر في الpage رقم صفر له c zero zero واضح طيب لو قلتك سألتك سؤال c of c two zero one شو هذا يعني page two zero واحد معناته بدنا نيجي على page هاي وبدنا نأخذ الصف رقم صفر العمود رقم واحد إلا هو العمود الثاني هون بدها تكون تقريبا نضبوط هل ممكن نزيد أبعاد هاي three dimensional ري ممكن يكون عندي four dimensional ري أصوف ذات أربعة أبعاد أو خمسة أبعاد أو ستة أبعاد نعم لكن بشكل عام إحنا رح ندرس هون how to implement the array in a low level يعني أنا في عندي بقدر أمثل الأري بlist في البيتون وفي عمليات على الأري الآن شو العمليات اللي ممكن إحنا نسويها على على الليست هل ممكن نزيد عناصر نحذف عناصر هاي إذا بتذكروا remove at الاد الابند لكن إحنا رح نشوف العمليات الاد والابند والإنسيرت والremove how to implement inside internally in a low level كيف ممكن أنا أمثلها إذا بدأ خش أبني class أبني object الآن الليست هاي أصبحت عندي object كل خط object oriented مظبوط ولا تعارفين أن الليست عبارة عن class نوع من أنواع البيانات ولكن هاي اللي في مجموعة من العمليات بتتنفذ عليها أو في member functions تنفذ عليها واضح يا شباب الكل ماشي معي بس إحنا الآن بدنا نأخذ فكرة شو يعني شو يعني مصفوفة المصفوفة ممكن تكون ذات بعد واحد وهي عبارة عن تركيب لحفظ البيانات أو ذات بعدين أو متعددة الأبعاد واضح يا شباب والشكل هذا الأشكال اللي رسمتها هاي هي بتمثلك كيف يعني أنظر للستورج هذا كبعد واحد أو متعدد الأبعاد خليني أقول لكم شغلة لما أجي أنا أعرف الرية مكونة من عشر عناصر كل عنصر من هاي العناصر إلو عنوان في الذاكرة وهاي العنوين لازم تيجي متتابعة وراء بعضها البعض كيف يعني يعني لاحظوا هون هذا 2144 هو عنوان البيت الأول في المصوفة اللي بعدين شو رح يكون 145 بعدين 146 بعدين 147 وهكذا كون سكتب وراء بعضهم البعض هاي ميزات المصوفة إنه التخزين في الميموري أو المواقع اللي حجزت للمصوفة هي مواقع متتابعة وربائض هالبعض شو مفهوم العنوان هذا شو يعني مفهوم العنوان خليني أعطيكم مثال قرب لكم الصورة كل ياتكم طلاب بجامعة كذير موق ها اه 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 اجوا مجموعة من الطلاب محمد وعلي وحمدان طلعوا على عمادة شؤون الطلبة وقالوا يا عمي احنا طلاب هاي هوياتنا وبدنا صندوق بريد تعرفوا فيه صناديق بريدها وبعمادة شؤون الطلبة يفترض يعطوك مفتاح عشان صندوق بريدك وبعطوك صندوق بريد على هويتك الجامعية مزبوط ولا لا مزبوط شو بتلاحظوا على صناديق البريد صناديق البريد عبارة عن الخزان وكل خزانة امرقمة خليني ارسمها هون الكل شاف الخزانة بعمادة شؤون الطلبة هاي الخزان هون الرقم 2 1 44 هذا محمد اجاء على عمادة شؤون الطلبة اعطوه مفتاح وقالوله رقم صندوق البريد تاعك 2144 معناته كل الرسائل اللي بتيجي ها وبديش اقول رسائل او مثلا طرود او اي حاجة وين بحطوله اياها بصندوق بريده كل الصناديق هاي محجوزة يعني خلص كلها ماخدين الها اصحاب ايجا علي بدي يطلب صندوق بريد ايجا وزعمادة شون طلب اعتذروا منه ليش اعتذروا منه كله اللي عمي كل الصناديق البريد اللي موجود عندنا كلها محجوزة طيب محمد ايجا اليرت على التليفون انه اضطرت بتاعك وصل محمد وين بروح بروح على عنوان طبعا لما بكون شركة للشركة حاط مثلا شركة اراميكس بكون حاط لهم ايش صندوق البريد البي او بوكس مزبوط ولا لا البوست اوفيس بوكس وحاط لهم شو رقمه 2144 ليش عشان لما تيجي الطرود وين تتوزع على العنوان المطلوب واضح شباب على العنوان المطلوب فهذا الرقم هو بمثابة عنوان للصندوق عنوان لمن للصندوق على الاساس لما تيجي داتا الى مكان الى محمد تروح على صندوقه ما تروح على صندوقه شخص اخر من اللي بميز الصندوق عن llegó الاخر اللي هو الرقم ولما يجي محمد يفتح الصندوق مفتاح ما رح يفتح الصندوق هذا ولا هذا رح يفتح فقط الصندوق تاع العنوان تاعه واضح شو مفهوم العنوانة واضح يا شباب فكل موقع في الذاكرة للري هذا موقع إلو عنوان طبعا كل موقع إلو حجم بالبيت حسب نوع الري حسب نوع الري ممكن تكون ممكن تكون الري of integers ممكن تكون الري of float ممكن تكون الري of string شو يعني الري of integer الري of float الري of string مين بقول لي هاي عندك مصوفة ومخزن فيها أرقام طلوا على الأرقام اللي أنا مخزن فيها 1 0 2 4 شو نوع الأرقام اللي مخزنة بالمصوفة اللي أمامكم integer integer معناته هاي الري of integers طيب خلينا نشطبها ونقول هاي مصوفة ثانية هاي مخزن فيها الأرقام التالية 2 point 1 1 point 0 0 point 0 3 point 5 شو نوع الأرقام اللي موجودة أمامكم this is array of float array of float لأنه كل الأرقام اللي مخزنة فيها من نوع float الآن لاحظوا الأرقام غير list الليست ممكن تكون homogenous وممكن تكون ايش heterogeneous ممكن تكون عناصر متجانسة وعناصر غير متجانسة لكن أنا بحكي عن الأرقام عناصرها كلها متجانسة معناته هاي array of float أو الريال طيب خلينا نشطبها نعمل array ثاني هاي array ونحط فيها القيم التالي علي أمان إلى آخره عمر جمال شو data type اللي مخزن في الأرقام اللي أمامكم strings إذن هاي array of array of strings array of strings واضح يا شباب إذن مرة ثانية إذن كل array كل array ممكن يكون محتوياتها كل array ممكن يكون محتوها integer ممكن يكون محتوها float ممكن يكون محتوها string ممكن يكون محتوها complex ممكن تكون array of arrays كل عنصر فيها عبارة عن array ولكن كل عنصر له عنوان له إيش عنوان إحنا العنوان هذا العنوان هذا بعبر عن location يعني زي صندوق البريد يعني حتى تصل للمحتويات لازم يكون أعرف العنوان مظبط ولا لا طيب يعني لازم يكون في memory addressing في عنوانة للذاكرة في عنوانة للذاكرة لأن هاي array هي عبارة عن جزء من الذاكرة في النهاية واضح يا شباب طيب السؤال اللي بدي أسأله حجم ال array أو كل موقع في ال array قديش بيحجز من الذاكرة بالbyte بيعتمد على نوع البيانات اللي رح تتخزن إذا كانت integer ممكن 2 byte على فرض إنها 2 byte إذا كانت float ممكن 8 byte إذا كانت string ممكن تكون up to 256 byte ما بتعرفش إذن بيعتمد قديش بتستهلك ال array من الذاكرة على نوع البيانات اللي رح تتخزن فيها طيب نرجع للتعريف شوية بالبداية بدنا ننتبه عشان نعرف كيف كيف بتم تمثيل ال array في الذاكرة واضح يا شباب مهم جدا نعرف شو يعني array يعني بس احنا بنذكر قدامنا كثير مفهوم ال array إذن الميموري addressing كما فهم each byte of memory is associated with a unique number that serves as its address إذن كل بايت في الذاكرة مع عنوان معناته كل صندوق بخزانة صناديق البريد في معاه رقم اللي هو بمثل عنوان الصندوق مظبوط أو لا نفس الفكرة ترى نفس الفكرة تماما In this way the computer system can refer to the data in byte number 2150 versus the data in byte 2157 for examples إذن بدك ترجع على byte أو byte أو byte أو byte بدي يكون معك عنوانه واضح يا شباب الآن شو علاقة هذا الحكي مع الأغري أنا شرحت بس من رد نكمل على الشرح a group of variable of related variables إذا شو الموضوع a group of related variables can be stored one after another in contiguous ركزوني على هذا المفهوم شايفينه عفوا نرجع لهون contiguous شو يعني contiguous contiguous معناها بتتخزن ورا بعضها البعض في الذاكرة يعني هون كلمة sample ال-s يجدتون بعديه بيجي ليه بعديه بيجي لم والعناوين متتابعة والعناوين ما لها متتابعة contiguous ما في فراغ بالنص واضحوا لاحظوا هاي لما خزن أنا على شكل ريه معناه كل العناصر بدأتي يجي ورا بعضها البعض إن بايثون ايج كاركتر إيج كاركتر إيج كاركتر إيج ذي يوني كود كاركتر بايثون إنتيرنلي ربريزنت إيج كاركتر وذي سكستيم بيت يعني دو بايت كل يوني كود كل كاركتر أكمن بايت بمثل بيش ال-unicode كاركتر ال-one كاركتر الرمز ال-واحد بمثل بسطة عشرة بيت الهوم 2 bytes كل byte 8 8 16 6 characters string ودبي ستور لما يكون عندك 6 characters 6 ب 2 12 bytes 12 consecutive bytes of memory يعني كلمة sample لما أجي أنا أحطها في array استخدام وكل موقع كل رمز بحتاج ل2 bytes هذولا من 0 ل 5 6 6 ب 2 12 bytes هتحصل على memory address الأفسد زاد الباز ضرب السايد سل سايد ضرب الاندكس حتى شايفين المعادلة هاي مهمة جدا الستارت اللي هو صفر هذا أول موقع زاد حجم الخلية الواحدة 2 bytes ضرب الاندكس اللي بده روح عليه أفرض أني بده روح عليه 2 عشان أحصل على الام بقول صفر زاد 2 صفر زاد 2 ضرب 2 اللي هو أربعة طبعا هون البيز البيز address زاد الأفسد البعد البعد اللي هو 2 ضرب السايد ضرب السايد فأنا بحصل على رقم البيت بحصل على رقم البيت أو الميموري address اللي بيمثل المين اللي بيمثل الام اللي بيمثل الام لأنه الديس بليسمينت قديش هذا الديس بليسمينت اثنين قديش البعد عن بداية الاري اثنين المرة الجاية باعتقادي هسا انتهت ووقت المحاضرة صح انتهت يا شباب آه طيب يعني خلاص تهينا احنا طيب المرة الجاية إن شاء الله نكمل مع بعض كيف نحسب البيز زاد والمعادلة هاي شو معناها هجول لك اللي عنده اشي يسكر المايك سكر المايك كذا سمحتول لأنه فيه صوت مش طبيعي طيب الله يعطيكم العافية ومنلتق المرة الجاية بنكمل حول البيتون سيكونس رح ارفع لكم المعادلة رح افن المحاضرة وراح افتح لكم سيشن تاعة التوتوريالز وحاول اعمال لكم allow for uploading a file اوكي الله يعطيكم العافية جميعا باتول وين باتول الجراح ما فيش group للمادة ما في group اعمال group من 48 واحد او 51 صوت صوت عند الجميع واضح المحاضرات كلها مرفوعة يا بابل اه مرفوعة على ال e-learning رفعتها كلها اه ما عدا محاضرة اليوم بس انتهي تسجيلها مرفحة ان شاء الله الله يعطيكم العافية الله يعافيك اشتركوا في القناة